اشتركوا في القناة فتات كبيرة فيها صورة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وعبارات كريمة من جلالته حول إقلاص وولاء أهالي المحرق لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة وعائلة الخليفة الكرام هذا الولاء والعشق المتجذر في باطن الأرض الطيبة وتتوارثه الأجيال طوال الأعوام والسنين على مدى التاريخ حتى وإن انتقل بعض الناس من المحرق وسكنوا في مدن أخرى لذلك فإن حب المحرق وأهاليها الكرام وعشقهم للوطن وقيادته نهج أصيل في التربية الوطنية يعجز عن وصفه الكثير ولن تحيط به كل الكتب والمراجع عن تفسير هذه العلاقة الخاصة وبالتالي فإن فزعت المحرق وأهلها للبحرين وقيادتها وشعبها مضاعف وكبير وضخم وبناء عليه فإن إساءة قناة الجزيرة القطرية للمحرق يجب أن يواجه بالرد الحاسم والمستحق ذودا عن البحرين وحبا وعشقا في المحرق فالبحرين خط أحمر ولا مساس بالمحرق الشماء أم المدن تاريخ مدينة المحرق أقدم ععرق من تاريخ قطر يكفي أن تعرف أنه في الوقت الذي كانت فيه المحرق عاصمة البحرين عام 1810 لم تكن هناك دولة اسمها قطر وقرأوا التاريخ يا قناة الفتنة إلا المحرق الشماء يا قناة الفتنة قناة الجزيرة القطرية فالعنوان خطأ والتقرير كاذب وانتهاك حقوق المواطنين مرفوض ومردود عليه والمساس بالمحرق جريمة لا تختفر والإساءة ضد البحرين لن تمر فهل لا يزال هناك أحد يراهن على صدق نوايا قطر والمصالحة وهذه أفعالها المشين المستمرة ترجمة نانسي قنقر